أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلاً من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالاً نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان هذا البرنامج برعاية سمو مع النسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد معكم في برنامجكم رجال الغد يقول الحسن البصري يا بنيا تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع على أحد كلامه وإن طال حتى يمسك أحبة حديثنا اليوم عن هذه السمة وهذا الخلق العظيم هذا المكون الأساس في شخصية أبنائنا والذي يكمل ما تكلمنا به في الحلقة الماضية في الحلقة الماضية تكلمنا عن قضية أن نريد أبنائنا أن تكون لديهم القدرة والشجاعة والفصاحة في التعبير والإلقاء لأن هذه مسألة أساسية كي يكونوا مؤثرين صنع حياة هذه السمة تكملها أن يكونوا منصتين جيدين الإنصات سمة مهمة وجودها والقيام بها يفتح القلوب وأهني بذلك يفتح القلوب الإنصات إذا أردت أن تبني علاقة جيدة بشخص أن يفتح لك قلبه وتبني جسور تواصل يعني أن يحبك امنح فرصة أن يتكلم من خلال سؤال مثلا ثم أنصت له إنصاتا جيدا هذا سيفتح له لك قلبك جرد ذلك النتيجة أكيدا هو أدب تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم وكلنا يحفظ حديثا عتب بن ربيع حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمورا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الفرصة قال له قل أسمع وانطلق في كلامه وعرضه لا يقاطعه صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من كل ما عنده أفرغت يا أبا الوليد قال نعم ثم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقرأ عليه آيات من سورة فصلا إذن الإنصات وحسنه أدب جميل وهو سبب من أسباب التأثير في الآخرين وبناء علاقات قوية ومتينة معهم نحتاج أبنائنا أن يتعلموا هذا الأدب ويتقنوه حتى يكونوا سرات القوم غدا بإذن الله تعالى يعني إذا بدنا وصفة تنفر الناس منا ببساطة أن ندعى هذا الأدب إذا تكلموا أن لا نستمع لهم وأن نقاطعهم وأن لا نقدر كلامهم كأنهم لا يتكلمون سينفر الناس من حولنا أيها الأحبة الإنصات مهم لأبنائنا لأنه أيضا مفتاح للتعلم نريد لهم أن ينموه من أسبابه وموارده الأساسية أن يتعلموا كيف حيتعلم إذا كان لا ينصت إنصاتا جيدا بحيث يكون متلقيا ذكيا يعي ما يسمع فيستقر في قلبه فيحصل له به النفع الإنصات يا أحبة أيضا هو مفتاح للتغيير كما ذكرنا أبناؤنا ليسوا على حال واحدة هم في حال متغيرة متجددة باستمرار ولذلك خلال مراحل حياتهم سيسمعون أشياء وسوف يتلقون منا ومن غيرنا التوجيه والعظات والإرشادات التي تعينها إذا كان لديهم هذا السم الإنصات الجيد سيكونوا أقدر أن ينتفعوا بما يسمعون وبالتالي يوظفوا هذه المعاني في تغيير حياتهم للذي هو أفضل ولذلك أيها الأحبة الكرام نحتاج أن ننبه إلى المعوقات التي تحيل دون القيام بالإنصات بطريقة صحيحة حتى نتفاداها حتى نلاحظ أبنائنا حالا وقعوا في شيء منها أن نعطيهم إفادة عكسية فيصححوا مسارهم باستمرار من هذه المعوقات الأساسية شرود الذهن يتكلم المتكلم والإبن منشغل في مثلا في جواله يقرأ رسائله أو يكتب أو يرود وهذا مضر غاية الضرر في علاقته مع الآخرين شرود الذهن يحتاج أن يركز مع متحدثه يقبل عليه تذكرون لو أنك تتكلم مع طفل مجرد أن تصرف نظرك عنه تجد الطفل الصغير يطالبك بكفيه الصغيرتين الناعمتين أن تلتفت إليه ثانية الإقبال على المتحدث سبب آخر قد يكون هو المتحدث ذاته حديثه ممل موضوعه غير مناسب أفكاره مغلوطة نبرة صوته ثابتة نعم هذا السبب قد لا يعين الإنسان أن ينصت ومع ذلك نحتاج أن نوطن أنفسنا أن مثل هذا السبب لا يشوش علينا مسألة الإنصات الجيد لأن نريد بناء علاقات جيدة مع الآخرين علاقات مؤثرة لننتبه لسبب آخر إن كان موجودا نحتاج أن نعالجه ألا نهمله البعض لا يستمع ولا ينصت لمتحدثه لكبر في نفسه وهذه خطيرة يا جماعة غمط الناس واحتقار أفكارهم وعدم التقدير والإحساس بها هذا مضر غاية الضرر ليس فقط للمتحدث بل للشخص نفسه لأن هذه السمة هذا الخلق خلق الكبر خلق مدمر نحتاج إذا لمسنا في موقف أبنائنا ما يشير إلى وجود هالخلق من خلال عدم إنصات جيد نحتاج أن نعالج المشكلة الأصلية وبالتالي نحيلهم ونردهم إلى خلق الإنصات خلونا نسأل هالسؤال البسيط لأبنائنا بل وللآباء أيضا هل الإنصات مسألة مهمة تحتاج منا إلى هذه الوقفة وإن كانت كذلك كيف يمكن أن نعين أبنائنا كي يكونوا منصتين جيدين خلونا نشوف التقرير البسيط وبعده منكمل كلامنا في هذا الموضوع خلوكم معنا لا شك إن الإنصات واحدة من الصفات المهمة جدا للصغار والكبار وتعليم الأبناء الإنصات يكون بالقدوة الحسنة أولا من جانب المربي وثانيا بالتوجيه القولي المباشر والتوجيه الفعلي الذي هو جانب من جانب القدوة ومسألة الإنصات بالنسبة للصغار مسألة صعبة فتحتاج كثير من الممارسة وكثير من الصبر في تعليمها وغالبا لا يستطيع الصغار تعلمها في وقت قصير وإنما تحتاج زمنا طويلا وكما قلت هي تنبني على مسألة القدوة فلا بد أن يبين الأب في أعماله وفي ممارسته مع الأطفال أهمية الإنصات وأن ينصت لهم ويظهر لهم أنه ينصت لهم طبعا البيئة التي يخرج منها الإبن هلا تسعد إذا كان وجد أوم منصطا في هذه الصفة أو أوم منصطة يكتسب هذه الصفة هذه الصفات التي تكتسب عن طريق الاحتكاك هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو أهلا بكم ثانية معنا نستكمل كلامنا في هذا الموضوع المهم مهارة الإنصال خلونا نتكلم في جانب مهم في هذا الموضوع وهي الرسائل التي نريد إيصالها من خلال هذا البرنامج ما هو واجبنا معاشر الآباء والمربين كي نعين أبناءنا أن يكونوا منصتين جيدين بادي أذي بدأ ولعلكم لاحظتم من خلال حلقات هذا البرنامج نكرر ونعيد هذه الرسالة لأهميتها وأرجو أن أكون قد نجحت في إيصال هذه الرسالة ابتدان أيها الأحبة الكرام أصلح نفسك والبيئة التي يعيشها الطفل وهذا الإبن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أولادنا أبناؤنا أبناء بيئتهم يعيشون هذه البيئة ويتعلمون منها كل شيء والذي يتعلمونه من هذه المعايشة هو ما سيعيشونه ولذلك أحبتي إن كانت بيئة الأسرة التي يعيشها الطفل بيئة تمارس الإنصات الجيد وتطالب به في حوارات الأسرة وكلام بعضهم لبعض كخلق لا بد من القيام به هذا إذن سيكون دربة عملية للأبناء اللي على هذا الخلق العظيم البيئة عم تلعب دوري كبير يا جماعة يعني كيف حنتوقع من أبنائنا أن يكونوا منصتين جيدين إذا نحن أنفسنا ما منحناهم هذه المسألة يتكلمون معنا هل إحنا عم نسمع لإلهم بطريقة جيدة بطريقة تمنحهم الإحساس بالإحترام وتقديد ذواتهم نعم يا أحبة حينما يتكلم أبناؤنا معنا في أي قضية كانت شو ما كانت هالقضية ربما حتى في ظننا غير مهمة لكنها عند أطفالنا عند أبنائنا ذات بال وذات أهمية فنسمع لهم ونقبل عليهم ونتفاعل مع حديثهم حتما هذا سينعكس عليهم تعلما وتدربا على هذه المهارة من خلال تطبيقنا إحنا لها عجيب حديث أم زرع أم أم زرع في بيان هذه المسألة عائشة رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهي يافعة صغيرة رضي الله عنها حديثا طويلا حديث أحد عشر امرأة اجتمعنا كل واحدة منها تحدث بصفات زوجها وكيف معاملته وكيف معاملته إياها حديث طويل جدا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لحديثها وفي آخر الحديث يظهر تثاعله حين قال لها كنت لكي كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق إذا يا أحبة شو مكان حديثهم معنا طويل شو مكان حديثهم ربما لا ينسجم مع اهتماماتنا نحتاج أن نعطيهم حق الإنصات من خلال هذه الدربة سيتعلمون هذا الأدب وهذا السمد مسألة أخرى مسألة التغذية العكسية الفيدباك من خلال الممارسات اللي عم بتصير قدامنا وكما ذكرنا حتى ننجح في دورنا مع أبنائنا نحتاج أن نكون متواجدين معهم شاهدين ملاحظين لتصرفاتهم وبالتالي نكون أقدر أن نعطيهم توجيها مناسبا هذا التوجيه كلما كان قريبا من الموقف كلما كان بمقدار كلما كان رفيقا سهلا قصيرا أطفالنا ما بيحبوا المحاضرات والكلام الطويل كلما كان انتفاعهم بهذه التغذية العكسية كلما كان أكبر أحيانا بيصير في فرص في البيت مثلا خصامات تكون بين الأبناء بيجوا الأبناء يجلسون إلى أبيهم يريدون فصل هذا النزاع حيصير في أخذ وعطى كل واحد يريد أن يتكلم بوجهة نظره وموقفه من تجاه في هذه القضية مثل هذه الفرصة معاشر الأباء نحتاج أن نهتب لها حتى نؤكد على هذه القيمة في تعاملاتنا يعني ممكن في خلال هيك موقف أحد الأبناء يتكلم الثاني ربما يريد مقاطعته لأن رواية الحدث لا يوافق عليها هنا الأب يحتاج أن يتدخل بطريقة رفيقة بطريقة هادئة يا بني انتظر خلي أخوك خلص كلامه وانت حتاخد فرصتك تحدثنا بروايتك لهذه القصة مثل هذا الموقف يا أحبة إذا كان سمتا إذا كان منهجا وسلوكا في بيوتنا بالله عليكم أبناءنا ما حيتعلموا هذا الخلق ويصبح سيمة ويصبح قيمة ذاتية لا يحتاجون إلى جنبهم كي يمارسوها إذن دورنا دور الأسرة تحديدا يلعب له أثر كبير ولذلك لا أريد أن أتكلم عن المدرسة والمدرس والأصحاب أريد أن أتكلم عن دوري أنا وأنت كأب تجاه أبنائنا من خلال ممارستنا لهذا الخلق من خلال مطالبتنا إياهم يعني الاستفادة من هذه المواقف التي تكون في الأسرة أيها الأحبة كما ذكرنا حتى يكون أبنائنا قادة حتى نهيئهم ليتسنموا معالي الأمور حتى يكونوا صدقا وعدلا رجال الغد نحتاج أن نعينهم على أنفسهم كي يكونوا كي يكونوا على حسن كلام وحسن استمع إذا اجتمع الأمرين نكون بإذن الله تعالى قد هيئناهم لهذه الأمانة ونسعد بنجاحهم وهم أول السعداء بذلك فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياهم أن نكون قدوة صالحة لها وأن يعينهم على تعلم هذا الخلق واستعماله وممارسته حتى يصبح سمتا وأدبا وهديا يستعملونه في كل شؤون حياتهم حتى ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو أطفالا جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهنائي نحيا في حب وحنان أطفالا جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهنائي نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلا من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالا نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان ترجمة نانسي قنقر